اشتركوا في القناة مثل ما انا اعودكم انه رح تكون من اليوم الخميس لغاية يوم الجمعة 17 الشهر يعني من 9 الشهر لغاية 17 سبعة طبعا المعروف انه انا دائما بذكر في البداية انه اسمع برجك واسمع طالعك فيه اشخاص بقولك ايش طالعي طالعك اللي هو البرج اللي بكون في ساعة ميلادتك بالافق طبعا عشان تعرف طالعك اذا انت ما تعرف طالعك فيه رابطين او ثلاثي موجودات فيه صندوق الوصف فيهم طريقة الشرح او الاشي كيف تستخدم الموقع وفيه موقع لا استخراج الطالع منه وبرضو فيه برضو للي ما بعرف الساعة بالدقة او ما بعرف الوقت برضو فيه منزل رابط انا بشرح لك صفات الطالع بتشوف مين اللي اقرب لالك بتسمع توقعات اليوم بتشوف التأثيرات هل بتنطبق عليك ولا لا ادمج بالتوقعات ما بين توقعاتك اللي انا بحكيها مثلا عن البرج واللي بحكيها عن الطالع لهو البرج الثاني ادمجهم مع بعض عشان تعرف انت ايش التأثيرات اللي عليك اذا انت سمعت توقعات اليومية مثلا وجدت انه برجك هو الغالب بالتوقعات والتوقعات بتنطبق خذ بس برجك لحالوه اذا شفت الطالع هو اللي بانطبق عليك خذ طالعك بس انا دائما بحكي انه خذ لاثنين مع بعض بيكون افضل طبعا الاسبوع هذا في شوية احداث رح نذكرها بتفاصيل وخصوصا لكل برج لما نوصل لعنده ايش التأثيرات اللي بتصير عليه بسبب زوايا رح تكون صعبة طبعا مش بالطريقة اللي خوفوا فيها وارعبوا فيها الناس وفي نفس اللحظة رح نحكي في البداية عشان ناخذها بالتسلسل انه ايش الايام اللي رح يتواجد القمر في البروج خلال هذا الاسبوع فمن اليوم الخميس ولغاية صباح يوم السبت القمر بكون موجود في الحوت وبعدين من صباح يوم السبت 11.07 لغاية مساء يوم الاثنين 13.07 بكون القمر موجود بالحمل من مساء يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الخميس القمر بتواجد في الثور من صباح يوم الخميس ولغاية ما بعده طبعا للجمعة وما بعد الجمعة القمر بكون موجود بالجوزة طبعا احنا لانه يوم الخميس من نزل التوقعات للأسبوع فانا بعطي دائما مجال كمان ايام لقدام على اساس انه الواحد ياخد مدى اللي مثلا اللي بسمع توقعات يوم الجمعة يبقى معاه مسافي اللي بيبقى معاه يعني اللي اوافق ما بين اراء الجميع او طلبات الجميع على انه انزلها خميس ولا انزلها سبت طبعا خلال الاسبوع هاد عنا عطارد احنا بيتراجع يوم 12 الشهر اللي هو يوم الاحد عطارد بيوقف عملية التراجع ولكن نحوسته بتظلها موجودة رح تظلها مستمرة لغاية يوم 15 الشهر يعني ثلاث ايام ما بعد ايقاف التراجع تبعه فمنقدر نحيا ويوم 15 الشهر بتنتهي الاثار السلبية لتراجع عطارد بتصير الاجواء ايجابية وفي نفس اللحظة من بعد هاي الفترة تصلح عمليات التجميل وتصلح امور الزواج وامور الارتباط عشان يكبر الفترة الماضي قلنا في الزهرة كان انه ما تعملوا ما تتجارؤوا لانه دائما ممكن يكون في مخاطر كبيرة لامور التجميل وخصوصا الزهرة وعطارد كانوا يتراجعوا مع بعض عطارد لحاله اساسا بمنع هاي الامور مجرد يوم 15 الشهر خلاص بتصير الاجواء ايجابية بصير هاي الاشياء كلها بامكانك انت تعملها باي يوم اذا بدك انت يعني تأخذ الدقة في الموضوع بتتابع الامور اللي هي التوقعات اليومية لما نحكي انه القمر موجود في ابراج حليفة للك اللي هي الابراج مثلا انت برجك اللي نفترض مائي لما تكون القمر موجود في الابراج المائية او الابراج الترابية معناته بتناسب انك انت تعمل اي اشياء تجميلية او اي عمليات صغرى اذا كنت مثلا برج ناري معناته معروف انه الابراج الهوائية والابراج النارية هي اللي بتدعمك بقوة اكثر واذا كان من نفس عنصرك بكون افضل يعني اذا كان الاسد لما يتواجد القمر في القوس او يتواجد بالحمل معناته الامور ايجابية بالنسبة للك او عندك طيب عشان ما نطيل عليكو يوم 14 الشهر اللي هي هاي الزاوية اللي فيه ناس قاعدة بتروجلها وبتحكي عنها على انها هاي المدمرة وهاي المرعبة وهاي اللي راح تعمل الكوارث بالفترة الجاي اللي هي زوايا التقابل اللي راح تكون يوم 14 سبعة بين الشمس وبين المشتري ويوم 15 سبعة راح تكون بين الشمس وبين بلوتو ويوم 20 سبعة راح يكون تقابل الشمس مع زحل فهاي الايام بقولك هاي ايام الكوارث هاي ايام المصائب هاي ايام الحروب والدمار والعنف والمشعارف ايش اول اشي هاي الزاوية مش اول مرة بتتشكل خلال هاي السنة فيه زاوية اصعب منها تشكلت بين الكواكب هاي نفسها مع بعض في شهر اربعة فمثلا يوم 14 اربعة الشمس عملت تربيع مع بلوتو ويوم 15 اربعة عملت الشمس تربيع مع المشتري ويوم 21 اربعة عملت الشمس تربيع مع زحل طيب لا شفنا حرب ولا شفنا دمار ولا شفنا كوارث ولا دمرت الدنيا ولا دخلت الدنيا في بعض ولا هاي كلها هاي الامور وعلما انه زاوية التربيع اخطر من زاوية التقابل فعشان هيك منقولكو انه هاي الفترة صحيح فيها نوع من انواع الضغوط ولكن الضغوط هاي بتيجي على اشي واحد بس اللي هو احنا بنوخذ اهم كوكبين موجودات منتحسات بكونن بالفترة هاي اللي بعطن طاقة سلبية لا المشتري بيعطينا طاقة سلبية ولا زحل بيعطينا طاقة سلبية لانه نسبة النحوص ضعيفة الشمس منتحس صحيح ولكن بلوتو منتحس معناته الزاوية الوحيدة اللي احنا راح نركز عليها هي زاوية الشمس مع بلوتو وبرضو لو اجينا بدنا نركز على باقي الزوايا زي ما ذكرنا او التواريخ اللي احنا ذكرناها بنذكرها على نفس التأثيرات على نفس البيوت على نفس الاحداث اللي هي اول اشي بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الاخرين هسا لما نيجي نشرح كل برج بنحكي تسيطر على ايش وتفرض سيطرتك على ايش تدير بالك من ايش طبعا ننذكر الشمس وين موجودة بالنسبة لبيتك ورح اذكر انا بلوتو وين موجود وايش التأثيرات اللي عليه فلو حكيتها عن الشمس المشتري او الشمس وزحل او الشمس وبلوتو هي نفس التأثيرات وبما انه هي يوم 14 ويوم 15 معناته اخر يومين من التأثيرات الكبيرة اللي هي اساسا بيكون عطارة بتراجع فيها دوليا ممكن يكون فيها نوع من انواع يعني ثور اعمال عنف قرع لا اهداء يعني امور الها علاقة بالتهديدات او التصعيد للامور المواجهة او العنف او الاشياء هاي ولكن ما بتدل على حرب يعني ما بتدل على حرب انها تستمر اسبوع او شهر فهمتوا علي لانه هاي تأثيراتها يعني اقصى حد لالها خمس ايام خمس ايام من قبل الحلقة انتو شايفين الوضع ماشي مشحون الامور سياسيا في بعض الدول ولكن ما بتعطينا اللي هي رابط انه هاي لها حرب الان هم اخذوها على جانب ايش اخذوها على جانب انه اه والله هيها في ليبيا معناته بدها تدخل مصر معناته الحرب طاحنة ما حرب ضروس بدها تصير في ليبيا طيب يا عمي انت بتحكي هيك بس الفلك بحكي اشي عكس اللي انت قاعد بتحكيه اذا انت فلكي بدك تجرد حالك من الاخبار تجرد حالك من الاوضاع السياسية عشان توقعاتك تكون منطقية وصادقة تخلط الدنيا في بعض اخبار وسياسة وتحليل اشخاص وتحليلك انت وتربطها للفلك هيك انت قاعد بتكذب وصلت المعلومة يعني في الايام هاي ممكن تحتد الامور في بعض الدول ممكن تظهر بعض القلاقل في بعض الدول او التهديدات لبعض الدول ولكن بترجع بتخفت بعد خمس ايام يعني بتستمر ما قبل بخمس ايام وبعد بخمس ايام يعني مدتها عشر ايام فقط لا غير فهاي ما اعتقد انه هي حرب طويلة وحرب ضروس راح تكون في خلال عشر ايام وفي نفس اللحظة ما فيه اساسا اشي يظهر لا امور الها علاقة بهاي الامور ممكن يصير فيه تقلبات على المستوى المالي او المستوى الاقتصادي او ظهور بعض المشاكل الاقتصادية او السياسية لا الها علاقة لا بفيروس ولا بكورونا ولا تجدد مش عارف ايش ولا هاي كل الامور وصلت خلينا انروح على توقعاتنا الاسبوعية لكل برج على حدة ونشوف ان شاء الله انه بحاول قدر الامكان اني انا اركز على اساس ان اوصل الكل معلومة بكل بساطة للكل يستفيد منها خلينا نروح على التوقعات برج الاسد طبعا القمر حكينا انه رح يتنقل فيه اكثر من برج خلال هذا الاسبوع ولكن انه تنقلاته ممكن في فترات ما تنحسب لك تنحسب عليك يعني تضغطك بزيادة بالنسبة للشمس وعطارد موجودات في بيتك 12 بيت متاعبك فعشان هيك مع الزاوي كمان اللي بده تتشكل بين الشمس وبين بلوتو وبين المشتري بين زحل يعني تأثيراته رح تكون على مكانين حسسات جدا الاول رح يضغطك في امور الها علاقة بالجراءة او الاندفاع او التهور او العصبية ممكن يحدث لك بعض التواهم او بعض الامراض او العوارض اللي بتيجي بشكل مفاجئ للك بدك تنتبه بشكل جيد هاي الامور وبرضه بدك تنتبه ما تغامر وما تخاطر وما تدخل اماكن مشبوهة وبدك تنتبه لصحتك بشكل جيد الفترة هاي بدك تلتزم الهدوء وامنك اهم اشي يعني ما تخاطر نهائيا لانه الفترة ما بتدعمك او فيها حماية اللي انها مثلا تقول والله لا الحظ بدعمني في هاي المسألة لا الحظوض ما رح تدعمك بالعكس رح تشكلك شوية مخاطر زيادة انت بغنى عنها حاول هذا الاسبوع تحديدا انك تتجاوز هاي الصعوبات لانه من الاسبوع القادم الشمس رح تنتقل عندك فعشانك الامور رح تكون احسن وافضل ولكن هذا الاسبوع حاول تمشيه بشكل روتيني بدون اي مجازفات اما بالنسبة لبيتك 11 طبعا الزهرة بيدعمك على مستوى علاقاتك ومعارفك واصدقائك وبعمل على تعارف جديد او علاقات جديدة او لقاءات جديدة او دعوات او مناسبات يعني بتكون ملفت للنظر وبكون لك حضوة فيها او بكون لك احترام او محبة زائدة اما بالنسبة للجدي طبعا الجدي بكل كواكبه هاي بلوتو والمشتري وزحل كلها بتتراجع والزاوية اللي رح تتشكل مع الشمس معناته بدك تنتبه ما تحاول تفرض سلطتك على زملاء بيشتغلوا معك في نفس المكان او على اشخاص بتواجدوا حواليك باستمرار وفي نفس اللحظة بدك تنتبه لوضعك الصحي بشكل كتير دقيق في هذا الاسبوع اما بالنسبة للمريخ طبعا في بيتك التاسع فهو بعطي نوع من انواع الاندفاع للاتصالات او الانتصالات الخارجية او تعامل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض الامور اللي لها علاقة بالعلم او الدراسة او بحث معين والنقاشات وممكن تحتد برضو في هاي الامور اما بالنسبة لبيت النبتون اللي موجود في بيتك الثامن فطبعا على الامور الاموال المشتركة وعلى الميراث على امور لها علاقة يعني ممكن يخلق لك بعض من امور غيبية او مخاوف او وساوس او احلام كوابيس او هام يعني بشتتك في اكثر من مسألة وبرضو بضغط على الامور المالية المشتركة بشكل سلبي انه بخوفك من القروض او الديون او انه العجز المالي او ما تقدر تنجز بعض الامور بالفترة القادمة اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة اورانوس موجود فعشان هيك دائما بدك تراجح حالك وتحاسب حالك وتدقق على كل تصرفاتك عساس انه اورانوس دائما بيحدث مفاجآت فأي مخالف قانوني او اي شبهة ممكن تسوي سمعتك فاورانوس يا اما بشوه سمعتك وبضغطك وبحطك في مجالات ومواقف صعبة جدا يا اما بنشي لك بشكل مباشر وبرفعك وبخلي سمعتك في العلالة وبعطيك منصب مميز جدا فما عنده بين البينين دائما يا بعطي هيك يا بعطي هيك فبدك تكون حذر من اي شيء ممكن انه يشوه سمعتك بالفترة هاي اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية وحركة القمر طبعا من اليوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر موجود في الحوت فعشان هيك بتعيد وتنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب مصدر وشراكة او تعويض صحتكم او صحت قريب الكم بحاجة للرعاية سارع لتصحيح الاوضاع اظهر انفتاح اكبر على اراء الاخرين بتسعى لتصحيح مسار بعض الامور تتكيف مع الاوضاع الراهنة اهمش انك تكون صبور حاذر من التراجع الصحي من صباح يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بكون موجود في الحمل فعشان هيك بالفترة هاي بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر او الاتصالات البعيدة الفترة هاي مناسبة لاجتياز امتحان او جراء مقابلة او يعني بكون عندك هيك فترة جيدة لخوط تجربة جديدة هاي فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف او ثقافة جديدة او مجال جديد من اجمل ايام الشهر حاول انك تستغلها لانه الفترة اللي بعديها بكون فيها نوع من انواع الضغط من مساء يوم الاثنين وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير موجود في الثور الفترة هاي بكون فيها نوع يعني بتكون ايام مناسبة للي بيبحث عن عمل او بيرغب في ادخال تعديل عليه بوسعكم اثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ممكن تحملك نوع من انواع القلق حول احد افراد العائلة ممكن تواجه مسئولية او عبئ مهني ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام بكون صعب من صباح يوم الخميس طبعا وما بعد القمر بصير موجود في الجوزاء فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة او تأييد يعني من احدهم اهمش انك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك بتتكيف بسهولة مع الظروف والاحداث وممكن تشارك بفاعلية معينة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء